في موازاة تكثيف القوات الأمنية إجراءاتها قرب مصالح ومكاتب حزبية في بغداد تحسبا لتفجيرات جديدة تتجه أصابع الاتهام بشكل واضح إلى الميليشيات التي خسرت الانتخابات بالوقوف وراء موجة التفجيرات التي شهدتها بغداد ومدن عراقية أخرى خلال أقل من أسبوع استهدفت نوابا ومقار أحزاب ومصارف خاصة التحقيقات بشأن هذه الهجمات كشفت بحسب ما أكده مصدر الأمني أن المتورط بها جهات مسلحة نافذة هي نفس الجهات المسؤولة عن مهاجمة السفارة الأمريكية ومطار بغداد ومصالح أخرى للتحالف الدولي في الفترة الأخيرة ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مادد شنغالي إن التفجيرات الأخيرة سياسية بامتياز نفذتها أطراف لها أجنحة مسلحة مشيرا إلى الخشية من دخول السلاح إلى العمل السياسي بشكل أكبر وعلى طريقة خير وسيلة للدفاع هي الهجوم قال القيادي في ميليشيا العصائب سعد السعدي إن الهجمات الأخيرة تقف وراءها أجندات خارجية مؤكدا أن عدم كشف الحكومة عن نتائج التحقيق يعني أن الكاظم متواطئ مع ما وصفهم بمنفذي المؤامرة التي تهدف إلى جر الشارع نحو الاقتتال الداخلي بحسب تعبيره على الجانب الآخر جاءت تصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي قال فيها أن تياره ليس ضعيفا لتزيد من إمكانية احتقال الموقف بين المتصارعين على حلبة المناصب لا سيما وأنه اتهم من سماهم المحسوبين على الإطار التنسيقي بالوقوف وراء الهجمات ويرى متابعون للشيان العراقي أن التفجيرات تمثل بشكل واضح رسائل تحذير للأطراف المستهدفة بأن لا تكمل النهج الذي صارت عليه خلال الفترة الماضية فيما يخص التحالفات السياسية واتفاقات تشكيل الحكومة الجديدة مشيرين إلى أن كشف نتائج التحقيقات أمام الرأي العام أمر مستبعد لأن ذلك سيولد مشاكل جديدة كما سيدخل الحكومة الحالية في أزمات مع بعض الأطراف التي هي في الأساس متورطة بعمليات إرهابية كهذه